روح فيتوريا المدير الفني لمنتخم مصر في الفترة اللي فاتت تابع اكتر من لاعب مصري بيلعب في اوروبا وانا كنت قطر حضراتكم لعبين كتير بيلعبوا مصريين في اوروبا الناس ما تعرفش عنهم حاجة لعبين الشباب هو تواصل معاهم وكان فيه اميلات وشافهم وعرف هم بيلعبوا فين وعرف بيشتغلوا ازاي انت تتكلم في لعيبة ممكن تكون اسمعها بالنسبة لنا اول مرة نسمع انا تتكلم في عبدالله حافظ بيلعب في هونتك راكوف البولندي لاعب مهاجم واميدو حسام مدافع ومصطفى فوزي واحمد بيسو بيلعبوا في فيكتوريا كيزاكوف التشيكي دول اللاعبين ممكن تشوفوهم في معسكر منتخم مصر القادم اسماء ممكن تسمعها الاول مرة ولكن خلونا تشوف نوسع القاعدة شوية قاعدة منتخم مصر الاول والراجل ده بيشتغل بكل تفصيلة بكل تفصيلة ما بيسيبش حاجة للصدفة بيذاكر بيقرأ بيسمع بيلف على الاندية بيلف على المباراة بيشوف المحترفين المصريين في الخارج مش المحترفين اللي احنا عارفينهم بس فيه محترفين احنا ما نعرفهمش قد نعرفهم مع الراجل عشان ده شغله ودائما كنت بقول كده احنا مش شغلتنا اصلا احنا كاعلامين نوع ندور على المحترفين المصريين محدش يعرفهم ده شغلة الموديلين الفنيين لمنتخم مصر بس كان بعض الناس بصراحة شديدة بتستسهل قال لك اللي اعرف احسن من اللي ما عرفوش لا ده منتخم مصر فنتعب ونشتغل ونكتهد فالراجل بيعمل الكلام ده وده شيء مبشر جدا روي فيتوريا كمان رحب بمواجهة منتخب النيجر والديان في الاسكندرية في شهر سبتمبر اللي جاي ليه بقى المواجهة دي هيبقى فيها راحة للعبي النادي الاهلي وهيبدأ يبص على العناصر الجديدة وعناصر شابة كثيرة فعايز المواجهة تبقى سهلة وبالتالي هو ويفئ على هذه المواجهة وغالبا المواجهة هتقام في شهر سبتمبر القادم في الاسكندرية والامور خلاص بشكل جيد رايحة كده طيب